هي سيناريو يرسم زي فكرة البرامج لمدة سنة أحيانا ستة شهور أحيانا سنة سيناريو يرسم يتفق عليه يكتب بحدافير طيب أبغى عظيف طبيعي لأنه أبغى عظيف أكيد ترك ما شيئا أحدد قبل أبغى عظيف والدليل اليوم عفوا إذا تسمح لي اليوم ترى في بعض الإشارة كوهم معتزلين في أمريكا ولكن الدراسة اللي سووها التسويقية لو وجدوا أن الانتماء الجمهور السعودي مع بعض الشخصيات من هم اللي طالع قبل شوية الاندر تيكر اللي أسمى الحانوتي مرتبك هو خلاص يعني زي حمد الدبيخي لما يعني تزيد يرجع للأب بره يعني زي لما نروحي بره نقوله منا شراحة يقولنا حمد الدبيخي يقولون هاتوا معكم نعم خصوشي سنة بدأ نعم صحيح لذلك كلامك مصرع لكلامك يقول لك ليش فهم ولا كبة مثلا بالضط يضرب بوكس مرتين ثلاث أيوه ويدخل في عناية ويجيه نعم هذي لا هذي هذي سيناريو لكن وين الشد اللي يجي معاك لأنه نفس سيناريو الأفلام شف الفينو انت تنشد معاو تتحمسها طيب والدماء اللي معاو تحصل في الكيت كل هذي سيناريو لا رحضا يا عبدالله لالتحامات لا 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 عفوا قرار الاتحامات اللي في الأفلام للدبلير ما هو الممثل الأساسي لكن أجيب على سؤال رماه أبو زياد قبل قليل عن حجم حجم الفعاليات حجم الفعاليات أنا ما أتجه إلى عدد هذه الفعاليات أنا أتجه إلى كتاب همنتوين عن صراع الحضارات طبعا في الترجمة العربية صراع الحضارات وفي اللغة الإنجليزية ذا كلاش يعني صدام الحضارات ولا أتجه إلى الجانب السلبي فيها لأنه ما يعني شيء ممل لكم أتجه إلى الجانب الإجابي في هذا الكتاب 42 مجلد خلاصته إن شعوب الأرض وأي مكونات اجتماعية بشرية إذا لم يكن فيها خليط خليط من كل بما معناها في المملكة العربية السعودية كمجموعة بشرية إذا لم يكن فيها رياضة فيها ثقافة فيها موسيقى فيها مسرح فيها شعر فيها تدي فيها كل معطيات الحياة فيصبح مجتمع سوي وأي مجتمع ينغلق وينكفل على اتجاه واحد هذا معدم يعني معدم فكرية كما قال سيد وليل نحن رايحين نصير نرجع مجتمع طبيعي هذا اللي صاير معزول معزول يعتبر معزول لذلك نحن بمثل هذه المناشط نهزم الفكر الظلام ونهزم الطبيعة آخر جزي يا أبو عبدالله بلنسوه